السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة أعزائه اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم في حلقة جديدة في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نعرض عليكم أهم وأبرز الفوض الصحية عن الفلفل الأخضر لما له من فوض صحية وقيمة غذائية عالية فلا تنسوا دعم القناة باشتراك وليك وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله وهذا فضلا وليس أمرا الفلفل الأخضر كنز الفيتامينات وفوض صحية عديدة للأسنان والتهاب المفاصل الفلفل يعد من الخضروات الطازجة والتي تتوفر فيها معظم الأملاح المعدنية والفيتامينات لذلك يكون مفيدا في حماية الجسم ويليكم أهم فوض الفلفل الأخضر للصحة يعد الفلفل من الخضروات الطازجة والتي تتوفر فيها معظم الأملاح المعدنية والفيتامينات حيث تزود كل مات جروم منه الجسم بنحو 24 سعرات حرارية فقط وهي تحتوي على 6 جرومات من الكروباهيدروت و6 ملي جرومات من الكاليسيوم و22 ملي جروم من الفسور ونحو 180 ملي جروم من البوتاسيوم وشيء من الحديد والصديوم والزنك وكشفت أبحاث علمية العديد من الفواد الغذائية لتناول الفلفل الأخضر والتي تعز صحة الجسم وتساعده على التعافي من بعض الأمراض ونشر موقع ستايل كريز مجموعة من الفوائد لهذا النوع من الخضروات الغنية بالفيتامينات ومن ضدوط الأكسادة وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى الفواد الغذائية للفلفل الأخضر غني بالكاليسيوم يساعد الفلفل الأخضر في الحفاظ على سلامة الأسنان والعظم وتقويتها والحفاظ على صحة الفم بشكل عام علاج بعض أنواع العدوى البكتيرية يساعد الفلفل الأخضر في علاج بعض أنواع العدوى البكتيرية مثل القدم الرياضي وذلك لأن مكوناته تحتوي على مضادات للبكتيرية والفطريات يحتوي على مضادات أكسادة قوية يحتوي الفلفل الأخضر على مضادات أكسادة قوية للغاية وكذلك على الكثير من فيتامين ألف وباء المركب خاصة باء ستة وباء تسعة وفيتامين جيم والتي تعزز جميعها المناعة يخفف الألم والتورم يساعد الفلفل في تخفيف الألم والتورم المرتبط بإضطرابات العظامة الشديدة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصلة الروماتويدي لعلاج مرضاء الربوة يمكن أن يساعد في علاج مرضاء الربوة نظرا لكونه غنيا بالمغذيات النباتية والتي لها القدرة على الاسترخاء في مجرأ التنفس وتقليل اللهيث يقلل مخاطر الإصابة بسرطون القلون يلعب الفلفل الحار دورا هما في تقليل مخاطر الإصابة بسرطون القلون وذلك من خلال مضادات الأكسادة والفيتامينات ألف وباء تسعة وجيم الحد من مخاطر أمراض القلب من الممكن أن يساعد الفلفل الأخضر في الحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير والسبب هو أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين سية متابعين الكرون لو استفدتم من هذا الفيديو فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وضعوا لنا لايك وتفعيل علامة الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتظرونا في حلقات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته